السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت منا تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم غدي نحضر معكم خبز الدار بدقيق القمح الكامل بدون دقيق أبيض بدون دلك بدون مجهود ناجح 100% إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك واسبارتاجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة تحضير خديث قصعال غدي نعجن فيها العجين ضفت لها دقيق القمح الكامل 4 زلافات ما يعادل 750 جرام دقيق القمح الكامل أو الدقيق الأصمر أو دقيق البر كيف كيسموه بعد الدول ضفت عليه ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة ممسوحة مع مرش مزيان خميرة فورية أو خميرة الخبز وضفت ملح نحتاج ماء دافي لجمع العجين الكمية دي الماء كتبقى حزب الحاجة لما يكون غير دافي شوية ما يكونش سخون نجمع العجين حسنا نحصل العجينة تكون رطبة خفيفة تكون كتلتاسق في اليد ما تكونش قاصحة دقيق القمح الكامل لازم العجين ديالو يكون كتلتاسق في اليد باش يجي الخبز خفيف ويجي زوين ما يجيش الخبز قاصح والعجين أنا ما غديش نبدلكه فقط غير غير نجمعه هذا هو القوام ديالو كيف كتشوفه ندهل العجين بالقليل من الزيت ونغطيه بكيس غذائي ونغطيه بمندي المطباق ونخليه حتي الضعف حجم ديالو ويرتاح العجين ونعود نرجع معاكم من بعد ما ارتاح العجين أنا خليته فقط عشر دقائق لان الجو عندي شوية سخون العجين ارتاح كنزول هاد الكيس الغذائي ونفضيه من الهواء اللي فيه دائما كندهني تضيب القليل من الماء لان العجين كيلتاسق في اليد كيف كتشوفه عجينة ناجحة 100% العجين تلك راسو براسو ودائما كندهني تضيب الماء لان العجين كيلتاسق في اليد ونشكله الى 6 كويرات أنا غنعمل خبيزات كبار شوية غادي نحتاج النخالة هي اللي غادي نبسط بها العجين هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفه وغادي نحتاج ماء كنناخد كويرات من العجين كننوضحها في الاول في الماء من بعد كننوضحها في النخالة النخالة او الردة كيف كيسميوها بعد الدول صافي كننغطيها مزيان بالنخالة ونخد كويرات اخرى كننوضحها في الاول كننغطصها في الماء وكننوضحها في النخالة كننغطيها مزيان لها الشكل هذا وكذلك من الجوانب كنستمر بنفس الطريقة حسن نكمل كمية اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم من بعد كننبسط العجين كننرش طاولة العمل بنخالة وكننبسط العجين على هات الشكل هذا كذلك تشوفو طريقة سهلة إلا بغيتو الخبز يجي شوية غليط كتخليوه ما كتبسطوهش مزيان وإلا بغيتو الخبز يجي شوية رقيق كتبسطوه مزيان دائماً كننرش طاولة العمل بنخالة وكننبسط العجين لها الشكل هذا كذلك تشوفو طريقة سهلة من بعد ما كنبسط العجين كنوضعو في الصينية اللي غدت دخول الفرن الصينية أنا فرشت لها ورق الزبدة ووضعت فيها الخبزات أنا عملت ست الخبزات كبار ممكن هاد الكمية تخرج ليكم أكتر إلا صغرتوا هاد الخبزات سوف نستمر بنفس الطريقة حسن بسط الخبزات ديولي كاملين ونعود نرجع معكم من بعد ما وضعتهم في الصينية اللي غدت دخول الفرن نغطيهم بمنديل ونخليهم حتي خمروا مرة أخرى هاد المرحلة هادية ما عديش نخليهم يخمروا مزيان نخليهم يخمروا غير شوية يقولوا عليها الشكل هذا كيف تشوفو إلا خليناهم خمروا أكتر مني ندخلوهم الفرن غينزلوا ما غينتافخوش وغيجي الخبز قاسح ما غيجيش زوين ندخل الصينية الفرن فرن ساخن من قبل على أعلى درجة حرارة عندي الفرن أنا شعلت عليه غير من التحت حتى كيتشمعوا هاد الخبزات من بعد نشعل عليه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت كيف قلت لكم أنا الفرن شعلت عليه سخن على أعلى درجة حرارة عندي اللي هي 260 درجة غير كندخل الصينية الفرن سنرجعوا الميتين درجة ونخلي الخبزات حتي طيبوا ونعود نرجع معكم هادا هو الشكل دي الخبز من بعد ما طاب مازال في الفرن خده لون ذهبي هادا هو الشكل ديالهم بعد ما طلعتهم للفرن أنا حصلت على ستة خبزات كبار يلا صغرتوهم غتحصلوا على كمية أكثر خبز دار بدقيق القمح الكامل بدون دقيق أبيض بدون دلك بدون مجهود ناجح مئة في المئة خبز صحي كيجي خفيف كيجي محمر من التحت كيف كتشوفو أنا غدي نقسم لكم واحدة بيش تشوفو الشكل دياله كيف عامل من الداخل الخبز معا أنا متلكناش كيجي مدلوك وكيجي خفيف هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو أنا خبزته في فرن غازي في الأول شعلت عليه غير من التحت ومن بعد شعلت عليه من الفوق من التحت في نفس الوقت إلا كنتو غدت خبزوه في فرن كهربائي كتشعلوا عليه من الفوق من الزحس من الأول هذا هو الشكل النهائي دي الخبزات دياليوم أنا مأكدة إلا جرب سوهم غدي عجبوكم إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايكات ديالكم من تعليق ديالكم الجميلة ما تنسوش تبرتجو الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله